أمو أحمد معنا؟ معنا السيد أبو أحمد السيد أبو أحمد السيد أبو أحمد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ونحمد الله وبركاته أنا سامي حضرتك دكتور عامر بالنسبة فيه سؤال تفضل بالنسبة لزوجتي موظفة ومرتبها كله بتدولي طوعية يعني من دون إكبار ولا حاجة والفلوس على فلوسها كلها واحدة طيب والمبلغ ما شاء الله الحمد لله بيزيد بفضل الله طيب إخراج الزكاة هيكون إزاي بقى؟ الفلوس اللي أنت عندكم دي مش هيخرج عليها زكاة اللي أنتو المرتب اللي أنتو بتاخدوه مش هيخرج عليه زكاة الزكاة هتخرج اسمعني طيب الزكاة هتخرج على المال المدخر اللي بيبلغ النصاب وبيحول عليه الحول لكن أنت مش أول ما بتاخد المرتب بتطلع عليه زكاة لا ده المال لما يتدخر ويحول عليه الحول المال اللي هيفضل ده يعني لما المال ده يفضل ويبلغ النصاب اللي هو 85 جرام دهب من أول هنا بقى نبتدي نحسب حول نبتدي نحسب سنة قمرية لما توصل لسنة قمرية بقى ده هيخرج عليه الزكاة سواء كان مالكم مع بعض أو كان المال ده اللي هيوصل بعد كده لل85 جرام دهب وهيمر عليه سنة ساعتها هتخرج وعليه زكاة واضح المسألة دي ده الحكم فيما يتعلق بده فيه ناس كتيرة شايفة أنها لو كان بتاخد مرتبات كبيرة أنه بأول ما أخد المرتب أطلع عليه زكاة لازم المال يكون مدخر وزائد عن حاجتنا الأموال اللي احنا بنصرفها في قصة العربيات في الأكل والشرب اللي احنا بنحتاجه يبقى المرتب نفسه مش هنخرج عليه زكاة نخرج الزكاة على ايه؟ على المال المدخر الذي بلغ النصاب اللي بلغ النصاب وبلغ 85 جرام دهب وحال عليه حول قمري يعني سنة قرمرية ونطلع عليه 2.5% نطلع عليه 2.5% مدام المال ده مش محطوط في شكل شهادات السسمار ولا ودائع وبنصرف من الريع بتاعه يبقى إذن هنطلع 2.5% يعني 25 جنيه على كل ألف جنيه